ما هي المعلومات المتوفرة يديكم باختصاصكم عن وجود مقرات للحوثيين وحركة حماس في العراق وانصحت هذه الرواية ما هي انعكاسات هذا الموضوع على سمعة العراق الدولية لا هي هاي موجودة يعني وإحنا كنا أعتقد كانت هناك عندما تحدث احتفالات في شعر فلسطين يوم القدس كنا نشوف يعني بالتلفزيون أو شي موجودين ناس يعني يمنيين من زيهم يعني بالإضافة إلى اشتراكهم في كثير من الفعاليات الشعبية وكذلك أنا حضرت مؤتمر كان أكو شخص حاضر شخص واحد اسمه محمد معرف شنو كان هو على احتبار هذا يعني ممثل حركة حماس في العراق ممثل حركة حماس وصفه قد يكون مدير مكتب حماس لكنه هو وصفه كممثل لحركة حماس الآن احنا استاذ نجم أمام واقع ذكرته صحيفة وصحيفة رصينة ذكرته بعد تحقيق مطول في هذا الموضوع أنا أسأل سؤال واحد ولا أريد منك الإجابة أنا سأجيب عليه أولا هناك نفي رسمي عن طريق مستشار السيد السوداني للشؤون السياسية نفى بصورة واضحة والموضوع الآخر هؤلاء صح موجودين لكن ربما يكونون مكاتب تنسيق مكاتب إعلامية مكاتب وسائل ربط أو تواصل مع ما موجود هنا في العراق يعني وخاصة أؤكد على موضوع حماس لأنه أساسا ما حد يقدر يطلع من حماس أو ربما يأتي من قطر نعم معقولة لكن أما من يأتي من غزة ويجي يفتح مكتب لا هذه نقطة نقطة ثانية لو تلاحظوا استاذ نجم هم لم يلتقوا بأي مسؤول عراقي رسمي لم يلتقوا لا شفناهم يعني يلتقوا بفؤاد حسين مثلا وزير الخارجية أو رئيس وزراء أو وزير داخلي أو وزير دفاع أبدا كان هناك دائما لقاءاتهم عبر فعاليات شعبية لذلك أنه إذا كانوا موجودين أنا أقول لك يعني ما أعتقد بصورة رسمية يعني لا بل متأكد باستنادا إلى تصريحات الحكومة حسنا تصريحات الحكومة على رأسك تصريحات الحكومة تقول لم نعطي الضوء الأخضر لا هي مثبتة ولا هي نافية ولكن بناء على روايتك يا أستاذ سرمن بمعنى تقول وليس هناك تواجدا بشكل مسلح إنما مكاتب إعلامية فهم أنت تتكلم لي على مكاتب وجول فتحوها يعني أنت لا تصور بأنه إحنا كحكومة والله ما هم المكاتب من جول فتحوها غير أكون لهم مؤيدين ومساندين لهم داخل العراقي بالداخل العراقي أتكلم ماك واحد ترى يروح يفتح مكتب إذن أنت تؤكد المكاتب موجودة لكن دون موافقة الحكومة الهراقية هذا خاتمة القول فقط نشاطاتهم ثق وعتقد شعبية أنا قلت لك يعني قبل أسبوعين حضرنا مؤتمر حسنا ما جاي أناقش النشاطات يا أستاذ سرمن أنا يعني أجد راح أناقش يحضرون نشاطات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر